بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الترينت النهاردة حلقة نهاية الأسبوع ومن حصن حظنا النهاية جاية قبل استئناف مباراة الدوري فترة طويلة جدا كنا نتكلم على المباراة الإفريقية والمسابقات الإفريقية ولكن جاءت لحظة الحديث عن البطولة الأهم في الفترة القادمة بطولة الدوري العام هذه البطولة الغالية اللي افتقدها الأهلي خلال آخر سنتين خسرها العام الماضي والعام قبل الماضي له ظروف كتير جدا كلنا كنا عارفينها واتكلمنا في تفاصيلها ولكن هذا الموسم الحمد لله يمكن التحضير ليه كان بشكل أفضل من ناحية الاستعداد النفسي الاستعداد الفني التحضير للموسم بشكل عام من أجل الفوز بجميع البطولات اللي انت خطها خلال هذا الموسم بالفعل فوزت بكأس السوبر مرتين على الزمالك وعلى بيرامدز الفوز بالكأس على حساب كأس مصر على حساب بيرامدز الفوز والتتويج بدور أبطال إفريقيا ولكن جاءت بقى اللحظة الأهم في ختم هذا الموسم وهو التتويج ببطولة الدوري العام متبق للأهلي عشر مباريات بقرأ أولى اللقاءات أمام حرس الحدود في المباراة اللي هتتلاعب على استاد الكلية الحربية وهي مباراة مؤجلة من الدور الأول لقاء مهم جدا خلاص نقفل الحديث عن أي احتفالات والفترة اللي فاتت ونبدأ نتكلم على مباراة الدوري لأن الفترة اللي جاي محتاجة تركيز والتركيز ده هيعنعكس إيجابة للتحضير للموسم اللي جاي الناس هتقول لي إيه علاقة الموسم اللي جاي بالتحضير والبطولة الدورة هقولك إنك كل ما تكسب المباراة المتبقية في الدوري كل ما هيكون فرصة الاستعداد للموسم الجديد هيكون أفضل لأنك لما تكسب الدوري قبل نهاية المسابقة بخمس أسابيع بست أسابيع بسبع أسابيع كل ده هيكون كويس ليك عشان تبدأ تتزراحة للعناصر الأساسية وتبدأ تستعد للموسم الجديد بدري بدري في ظل إن الموسم اللي جاي فيه ما يقرب من حوالي سابعين مباراة ما بين مباراة محلية وإفريقية ودولية أيضا للنادي الأهلي ولعبي النادي الأهلي بخلاف المشاركات الدولية لمنتخبنا الوطن في الموسم اللي جاي إلا عايبقى فيه تصفيات كاس عالم وفيه كاس أمم إفريقيا مباراة الحرس بكرة مباراة صعبة جدا ونتكلم عن كواليسها واستعدادات الفريق والنهاردة التدريب الأخير ودخول فريق النادي الأهلي لمعسكر مغلط استعدادا لي مواجهة الغد حلقة النهاردة كالعادة زي ما أنتم متعودين مننا فيها كواليس وأخبار مهمة جدا وبعض الموضوعات اللي بنحب نطرحها على الساحة الرياضية وبتبقى قضايا مهمة جدا الحمد لله بنقشها وبنجد حلول لها بالنسبة للفترات اللي جاي لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وعايز أعرف توقعات حضراتكم لتشكيل الأهلي في مباراة الحرس بكرة في الدور العام وكمان توقعاتكم لنتيجة اللقاء في ظل بقى ممكن تغيير في التشكيل راحة العناصر الأساسية مجموعة اللاعبين الدوليين كولر ممكن يبدأ مباراة بكرة إزاي تقدروا تشاركوا معنا من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من أراح حضراتكم على سؤال حلقة النهاردة توقعاتكم للتشكيل وكمان توقعاتكم للنتيجة لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العنوان في ترند الأهلي الفريق يختتم تدريباته اليوم استعدادا لحرص الحدود وكمان تغييرات متوقعة على تشكيل الأهلي وفي الترند العالمي بعد بنزيمة اتحاد جدة يضم كانتي كل يوم معايا صفقة وإسم ونجم السوبر انتقل الدوري السعودي مندي كانتي كريم بنزيمة قبلهم كريستيان ورونالدو حتى على مستوى المدربين هنسمع مدربين كبار جدا للفترة اللي جاية هيشتغلوا في الدوري السعودي وده بيساعدنا بالتأكيد ان المملكة العربية السعودية هيكون عندها موسم قاروي مصير جدا خلال الفترة القادمة نخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع لأهم الفقرات اللي معانا فقرة الأخبار والكواليس في ترند الترند طيب مباراة بكرة مباراة مهمة جدا أمام حرص الحدود بغض النظر عن ترتيب جدول الدوري والحرص في المركز الأخير أو حتى بيصار من أجل البقاء في الدوري الفترة اللي جاية دي نقط بالعكس ممكن تدي قوة للمباراة أكتر فريق ممكن ما يكونش بيبكي على حاجة فريق بيحافظ على حظوظه في اللحظات الأخيرة من أجل البقاء في الدوري فريق ممكن يلعب على فكرة الأضواء والشهر أمام فريق الأهلي بطل إفريقيا وده أول مباراة محلية ليه بعد العودة من المغرب كل المعايير دي أو العناصر دي تخلي المباراة بكرة مباراة صعبة جدا عشان كده لازم يكون الاستعداد لها بشكل جيد جدا وأكيد الجهاز الفن بقيادة مارسي الكولر عاقب العودة من الراحة السلبية كان حريص يكون موجود في أول تدريب عشان يشتغل بصرع على التحضير للدور العام يشوف مين جاهز مين محتاج ياخد راحة باستعدادا للفترة اللي جاية النهاردة تدريب الأخير للفريق قبل الدخول لمعسكر مغلق والتدريب إن شاء الله هيكون بعد أقل من ساعة في ملعب مختار التتش بالجزيرة كل التفاصيل أنا أعرفها من خلال زمينا كريم أحمد موفد قناة الأهلي الموجود حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة مساء الفل يا كريم مساء الخير عليك زميل العزيز محمد سعيد تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدين وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي عندك نقطتين مهمين جدا أولا التدريب والدخول في معسكر وأخبار الفريق واجتماع مجلس دارة للنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كلمة معاجبة قولنا كل الجديد عندك يعني طبعا أكيد محمد في البداية بما ينا متوجدين طبعا يعني في المبنى الإداري وممكن خلفنا مجلس إدارة النادي الأهلي كالعادة طبعا النهاردة كان تم تحديد موعد لمجلس الإدارة فيها الثلاثة عصرا لكن ممكن سبق محمد أمور كالعادة اعتيادية وهي المكتب التنفيذي كلها أمور خاصة طبعا من مجلس إدارة النادي الأهلي ترتبات عديدة جدا طبعا على مستوى كل الفروع ترتبات أيضا كمان لفريق كرة القدم حقيقة مجلس الإدارة بيقوم بدور كبير جدا خلال مرحلة قادمة لأننا عايزين نبدأ موسم عظيم موسم مليء بالبطولات زي ما شفنا لموسم الحقيقة الماضي الألعاب الأخرى الألعاب الجماعية الألعاب الفردية فريق كرة القدم عشان كده الشغل كتير جدا الشغلة ما بيخلص في مجلس إدارة النادي الأهلي الكل منتظر النهاردة إن شاء الله بإذن الله القرارات كلها يكون قرارات بمشيئة الله إن شاء الله إجابية في مصلحة النادي دي ممكن الأمر الأول بنسبة لاجتماعنا لاجتماع يعني حتى هذه اللحظة محمد ده مستمر زي ما بنقول بدأ فيها الثلاثة عصرا يعني متوقع في خلال ساعتين ثلاثة بالكتير ينتهي اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي هنا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة النقطة الثانية كالعادة طبعا هو فريق كرة القدم بالنادي الأهلي أبطال أفريقيا بيستعدوا بكل قوة لبطولة الدوري العام بطولة كبيرة وحلم كبير كالعادة وان شاء الله ترجع لمقر النادي الأهلي بالجزيرة في دولاب البطولات ده أمر مهم جدا عشان كده مطلوب كل التركيز وكل الوعي الكبير جدا وكل التحضير الفني من الجهاز الفني واللاعبين لأنه زي ما انت قلت محمد واحدة من المباراة الصعبة جدا تحديدا كمان هي مباراة مؤجلة من الجولة الستاشر وايضا كمان يعني حرص الحدود خلاص ما عندهش حاجة يبكي عليها فهيلعب بكل قوة وهيحاول انه يسوق نفسه كل فريق بيقابل النادي الأهلي هي مباراة كؤوس بيقابل البطل بيقابل أعظم فريق في أفريقيا عشان كده مباراة يكون صعبة جدا هنشوف غلق مساحات كالعادة يا رب ان شاء الله بإذن الله مستر كولر يعني بخبرته الكبيرة يكون سينارياته مهمة جدا التشكيل كمان مهم ممكن نشوف عناصر مختلفة أم حمد في التشكيل وأيضا كمان في القايمة بشكل عام يعني الراجل هيحاول بشكل كبير جدا في خلال الخمس مباريات القادمة يعني زي ببنون كده يطعم كل اللعيبة بأفراد ما كانتش بتشارك خلال الفترة الماضية ويمكن كمان في بداية حراسة المرمى ممكن نشوف مصطفى شبير غدا علي لطفي ده أمر مهم جدا حابين نتكلم عليه في البداية لكن كل الأمور متاحة مع الجهاز الفني الحمد لله اللعيبة يعني اللي راجعت المنتخب تطمين عليهم بشكل كبير سواء ديانج أو تاو المنتظرين أيضا كمان الضوي يكون متواجد خلال الفترة القادمة هو ممكن مش هيشارك ومش هيبه موجود تحديدا في قائمة مباراة الغد لكن بطمينك على ديانج أو تاو الحقيقة يعني رجعوا بشكل كبير جدا بدني وذيني ممتاز جدا كل لعيباتنا الحمد لله العيدة من المنتخب الوطني مش تكتش من حاجة هي الحقيقة بس يعني متولي عنده بدلة كبير جدا متولي الحقيقة ممكن هيغيب عن فريقا للنادي الألي يعني فترة تصل إلى شهر لكن إن شاء الله بإذن الله زي ما بيقول النادي الألي بيمتلك سكواد مميز جدا عنده لعيبة مميزة جدا وإن شاء الله كون انطلقتنا مميزة محمد في مباراة حرس الحدود بتأكيد غدا تساعة ونصف على استادة الكلية الحربية واحدة مباراة المهمة جدا لكن إن شاء الله بإذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الألي وكون انطلقة في بطولة الدورة العامة بمشيئة الله يعني تأكد زكريم خلاص إصابة محمود متولي هتبعده عن الملعب لمدة شهر حقا نتكلم أعتقد يبقى المسلم بالنسبة له انتهى خلاص يعني طبعا محمد للأخبار حتى هذه اللحظة هذا الأمر يعني كنا بنعمل إن الأمر ما يزيدش عن كده لكن أنت عارف يعني بعد الإصابة بيقى فيه تأني كبير جدا في الدفع باللاعب عشان كده منقول الفترة ممكن تصل لشهر يعني إسبوعين ممكن يرجع بعد الإسبوعين بيبدأ إسبوع تأهيل ثم بعد كده بيبدأ إسبوع بيدخل تدريج في كرة القدم أو التدريبات الجامعية عشان كده بنقول يعني هو عنده بدلك شوية في موضوع الإصابات لكن متولم لعيبة المميزة جدا عنده إيمان إن الإصابات دي الحقيقة قضاء وقدر إن شاء الله بإذن الله يعني زي ما بنقول الخير في كل اللعيبة المتواجدة الحمد لله كل لعيب على قلب رجل واحد شوفنا الفرحة الكبيرة في البطولة الأفريقية منتظرين كمان إن شاء الله بإذن الله على مدار الخمس مباريات القادمة إن شاء الله بإذن الله استطيع النادي الآلي الحصول فيهم على كل النقاط لأن حسم الدورة يرفع الضغط بشكل كبير جدا محمد عن كل لعيب النادي الآلي ده أمر مهم جدا يبأكد عليه كولر لابد إن إحنا نحسم المباريات القادمة عشان نستريح ونبدأ كل واحد ياخد فرصته وتلعب وإنت ما عندكش ضغوط ده أمر مهم جدا عشان كده بنعمل إن شاء الله ملعب كلها حربية إحنا عارفين دقيقة شوية لكن خلاص النادي الآلي في أي ملعب في أي وضع في أي جوة لابد يكون عنده الأمل والرغبة الكبيرة بالحصول على الثلاث نقاط في الخمس مباريات القادمة إن شاء الله بإذن الله يكون الحسم بطولة الدورة العام قبل انتهاء كالعادة زي ما عودنا النادي الآلي في مواسم عديدة جدا لكن إن شاء الله يكون زي ما بقولك محمد طلقة حرص الحدود مهمة جدا نتيجة وداء إن شاء الله من نصيب النادي الآلي طيب كريستو من بارة حين شفناه حتى شارك في الدقائي الأخيرة من مباراة تونس والجزائر يعني طبعا مدرب جلال القدر مدرب منتخب تونس دفع بكريستو في آخر خمس دقائق بديلة لمحمد علي بن رمضان فكل لعبة الدولية يا كريم يعني الشيء الملفت للنظر كل اللعبة الدولية في الأهلي بتلعب في المنتخبات الإفريقية ولعبة مهمة علي معلول كريستو مع تونس ديانج مع مالي بيرستاو مع جنوب إفريقيا لعبة الأهلي ما يقرب من تسع لعبين في المنتخب الأول بما إن القرائب بين الفريق واللعبة يا كريم الأمور دي الجهاز الفني بيشوفها إزاي يعني كولر لما بيكون عنده ما يقرب من 13-14 لعب دولي دي وجهة نظره فيها إيه مادة تأثيرها كمان على الشغل الفني ليه لما لعبة دي بترجع من الأجندة الدولية بالتأكيد طبعا محمد يعني هي تبقى من الأشياء الإيجابية اللي بتسعد الجهاز الفني وتحديدا مستر كولر وده ممكن أمر مهم جدا لكن لو بنتكلم بشكل عام يعني هي بتأثر شوية بالنسبة للتحضيرات الفنية الرجل بيحاول أنه يحفز بعض الجمل في مباريات بتكون صعبة ومبارات كبيرة في بطولة الدور العام لكن هو شيء يعني أكيد بيسعد النادي الآله وبيسعد الجهاز الفني أن أنت عندك عدد كبير جدا من اللعيبة سواء اللعيبة المصريين أو اللعيبة اللي محترفين لكن الأمر مهم جدا محمد أن أنت بتشوف نجاح اللعيب في منتخبه وده بيرجع للجهاز الفني بتشوف اللعيب فايق بيأدي بكل قوة بدنية ده يرجع الحقيقة للجهاز الفني اللي قادر أنه يقاهل زهني وبدني وقدر أنه يدي بصمة كبيرة جدا لكل اللعبين عدد كبير جدا لمنتخبنا الوطني شفناه الحقيقة وشفنا اللعيبة كلها وأيضا كمان ديانج وتاو من اللعيبة المميزين جدا بيأثر شوية بالنسبة طبعا للفنيات لكن الرجل كمان عنده مشكلة أنه ما فيش وقت أنه يصلح الأخطاء بشكل كبير عشان كده بقول لك محمد يعني خلاص هو الرجل بيحاول اللعيب اللي بيكون متواجد معاه الراجع من المنتخب بيطمن عليه أهم حاجة البدني البدني بتاعك كويس يقدر أنه يدي له بعض الجرعات التدريبية عشان كده بقول لك الحمد لله طمين على ديانج وتاو كل لعبتنا من المنتخب الوطني من ناحية البدنية ده كان أمر مهم جدا الجزء الفني الحقيقي الخبرات عند لعيب النادي الآلي سواء ديانج تاو سواء الضاوي سواء كل لعيب عالي معلول كل لعيبة دي عندها خبرات كبيرة جدا مهما كان البعد مش هينسيه الفكر والتاكتك والأسلوب وطريقة اللعب لكن بقول لك هو واحدة من الأشياء أكتر من كده كمان يا محمد لكن اللي بنعمله أن اللعبتنا ترجع سليمة لأن احنا عندنا مباريات عديدة جدا وعندنا بطولات كبيرة جدا خلال الفترة القادمة أمر مهم بيسعد كل جمهور النادي الآلي لكن اللي هيسعد جمهور النادي الآلي أكتر هو انطلاقتنا بمشيئة الله غدا في بارات حرس الحدود لأن هنشوف الجمهور عايز استقبل أبطال أفريقيا يحييوهم يناديوا عليهم ده أمر الحقيقة بيزود المعنويات الكبيرة جدا عند اللعبين ودي النقطة الإجابية في جمهور النادي الآلي جمهور النادي الآلي واعي عارف أهمية المرحلة عشان كده دوره كبير ومهم جدا مش من المباراة القادمة لا المباراة القادمة كلامها هو فعلا يا كريم أنا باخد من كلامك يعني بكرة مباراة مهمة جدا لأنه كمان هيبقى أول لقاء جماهيري للأهلي على أرضه أو حتى يعني في القاهرة بحضور جماهيري الأهلي فالاستيبال أكيد هيبقى كبير جدا لأول لقاء لبطل إفريقيا في الدوري المصر طيب جزء تاني مهم جدا يا كريم أعرف برضو بأنك يعني بتتكلم لغة إيطالية بشكل مميز جدا وقريب جدا من ميشيل يانكون أنا على مدار ثلاثة أيام بشوف المواقع بتتكلم على فكرة التدرج اللي موجود في حراسة المرمى الثلاث حراسة الأعلى مستوى وكلهم خاضوا تجارب في توقيتات صعبة وكلهم نجحوا بلا استثناء بصراحة هل هيبقى فيه يعني تفكير في تغيير مركز حراسة المرمى بكرة هل هيبقى فيه تدوير في حراسة المرمى على مدار العشر طيام أو العشر مباريات المتباقية في الدور العام ولا ينكر والجهاز ممكن بيفكروا إزاي في الجزاء ده كريم نقطة مهمة جدا محمد الحقيقة تحديدا في حراسة المرمى يعني الجرعات التدريبية اللي بنشوف هي جرعات واحدة للجميع بنشوف الأداء اللي بيقديه كل نجوم النادي اللي قالت تحديدا في حراسة المرمى سواء مخلوف شبير علي لطفي الشناوي بنشوف جرعات سابتة بنشوف حماس كبير جدا من الواضح ومن الشكل المعتاد إن ممكن يكون فيه فرصة كبيرة جدا لعلي لطفي ومصطفى شبير في المباريات القادمة كلها أكيد الشناوي الحقيقة بقمته الكبيرة جدا واحد من عظم حراسة المرمى في أفريقيا أكيد دوره مهم جدا لكن برضو التقاط الأنفاذ بالنسبة لحراسة المرمى بالنسبة للشناوي تحديدا أمر مهم لأن الراجل موجود كبير جدا من المغرب إلى المغرب مرة تانية تواجد فيها مباريات المنتخب ثم بعد كده عودة أمر مهم وممكن لطفي شوية على الشناوي لكن من الواضح ومن الشكل العام بالنسبة لحراسة المرمى بالتناوب ممكن نشوفها محمد على مدار المباريات القادمة ممكن نشوف البداية غدا مع علي لطفي ممكن نشوف البداية مع الصفى شبير ده أمر أكيد بيحسن للجاز الفاني لكن يعني رؤيتنا وده اللي احنا شايفينه وبنلمسه في التدريبات مش اللي عايز يدي الحراس لأن اللعيبة الحقيقة يعني مصطفى شبير اللي هي شفناه واحد من الحراس المميزين جدا اللي أثبت للجميع النادي الآلي يمتلك حارس عظيم الحياس مصطفى شبير وأيضا كمان علي لطفي نفس الأمر بمجهوده الكبير وبالانكار الزات الكبير جدا عشان كده حراس المرمى ما بتاخد فرص هي بيبقى فيه ثبات في المستوى بيدي رسالة للجميع أن النادي الآلي يمتلك عدد كبير جدا من حراس المستوى أكيد بيكون فيه تفاوت بسيط جدا من الخبرات لكن الرتم واحد الأسلوب واحد الدوافع واحدة بنعمل إن شاء الله سواء علي متواجد غدا مصطفى شبير إن شاء الله بيزنال يكونوا مفقين الشنوى كالعادة طبعا لو موجود في حراسة المرمى كل الدعم والتوفيل إن شاء الله نادي الآلي مركز بشكل كبير جدا محمد الحقيقة عشان كده بقولك الروتيشن ممكن يكون في حراسة المرمى ممكن نشوف حد في خط الظهر ممكن نشوف فيه الفريق بشكل عام لكن كولر معودنا إن ما بيغيرش بشكل كبير قوي يعني ممكن لعيب أو اتنين بكتير على حسب طبعا متطلبات المباراة ومتطلبات المرحلة لكن بأكد لك أي حد يكون موجود شناوي شبير علي لطفي حتى مصطفى مخلوف كمان إن شاء الله بإذن الله يكونوا على قدر المسؤولات كالعادة ويكونوا يعني يعني زي ما بدون كده حارس عارين اللي النادي الآلي بيكون في قيمة مستوى في قيمة تركيز ومشيئة الله تاريم أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإضاحات وكلام مهم جدا عن استعداد الفريق لمباراة حارس الحدود عايز أقول نقطة مهمة جدا قبل ما انتقل لقضية وموضوع تاني محمد الشناوي السنادي في دورة أبطال إفريقيا لعب 12 مباراة من أصل 14 مباراة في دورة أبطال بمعدل دقائق لعب 1136 دقيقة 1136 دقيقة يعتبر يعني رابع أكثر اللاعبين مشاركة في دورة أبطال إفريقيا هذا العام لعب 12 مباراة 1136 دقيقة النقطة التانية لو بتبصوا كده على نسبة المشاركة لحراسة المرمى هتلاقي في الترتيب بييجي علي لطفي يمكن علي لطفي لعب ما يقرب من حوالي مباراتين بمعدل 134 دقيقة في المقابل مصطفى شبير لعب مباراة واحدة وكانت مباراة زهاب نهائي دورة أبطال إفريقيا بمعدل 90 دقيقة في لقاء الزهاب أمام نادي الوداد الرياضي المغربي فده كانت نقطة مهمة جدا المتعلقة باللغة الرقمية لهم شاركة حراس مرمى الأهلي في البطولة الإفريقية طيب أروح بقى لعضية تانية والعضية التانية أنا ما كنتش متخيل رد الفعل اللي شفتم المبارح على السوشيال ميديا لما تكلمت على فكرة ليه اتحاد الكرة ما بيهتمش ببطولة كأس مصر البطولة دي لازم يتم تعظيم أهميتها في الفترة اللي جاية وأنا بتكلم بغض النظر مين بطل الكاس مين تالت الدوري مين رابع الدوري الناس ما عرفش ليه بتاخدنا في إطار سكة تانية أنا مش في دماغي أنا بتكلم على فكرة بطولة الكاس دي بطولة مهمة جدا زيها زي الدوري وأصبحت هي البطولة الوحيدة اللي بيمتلكها مجلس إدارة اتحاد الكرة أيا كان المجالس بقى المواندس هاني يا بريدة يعني الله يرحمه الكابتن سامير زاهر ربنا يدي له الصحة اللي هو حرب الضهشوري دلوقتي الأستاذ جمال علام يعني أنت ما عندكش غير البطولة دي الوحيدة اللي بتملكها دلوقتي كل البطولات التانية ملك الرابطة الدوري كاس الرابطة كاس النخبة اللي ممكن تتعامل الفترة الجاية فأنت ما عندكش غير كاس مصر هي البطولة الأكبر كاس السوبر دي مباراة وممكن قريط حتى في الفترات اللي فاتت بطولة كاس السوبر أصبحت دلوقتي كمان الربطة اللي بتشتغل عليها مع بعض الشركات الرائية البطولة مرة تنظمت فيه الإمارات فيه اتفاية مع مجلس أبوظابي فبالتالي مش البطولة الأساسية اللي الاتحاد بيشتغل عليها لكن البطولة الأساسية اللي الاتحاد بيشتغل عليها هي بطولة كاس مصر وبطولة كاس مصر دي من أقدم البطولات اللي موجودة فيه القرى المصرية بطولة مهمة جدا بتلعب فيها من دور الـ 32 والـ 16 والـ 8 والـ semi-final والـ final وبطولة لها تاريخ طويل جدا وتعامل فيها مباريات ودربيات كبيرة جدا ويا ما فرق شعبية كثبتها ويا ما فرق ما عملتش إنجازات في حياتها إلا الفوز وبطولة الكاس فبطولة الكاس لازم تدي أهمية إيه أهمية بطولة الكاس؟ إن هي بطولة مؤهلة للبطولات الإفريقية البعض زعل ما عرفش ليه أنا بكلم على بطولة بطولة من الاتحاد أن يهتم بيها البطولة دي هي البطولة الأساسية للمشاركة في كاس الكونفدرالية ومعاها تاريخ الدوري وإذا كان بطل الكاس هو بطل الدوري بتاخد رابع الدوري دي الحالة الاستثنائية اللي ممكن تاخد فيها رابع الدوري لكن فكرة كل سنة ما نهتمش بطولة الكاس ونقول عندنا الأول والتاني دوري أبطال وتاريخ ورابع الدوري كونفدرالية ده مش صح؟ هي البطولة دي لما تكون مؤهلة للبطولة الإفريقية مش هتلاقي المصري بيلعب فيها بكل قوة مش هتلاقي الاتحاد السكندري بيلعب فيها بكل قوة مش هتلاقي الإسماعيل اللي ممكن بيصارع على البقاف الدوري هيهتم ببطولة الكاس عشان يلعب على أل بطولة الكونفدرالية ما هي الحاجات دي بطولة مهمة جدا للأنداء الشعبية الاتحاد السكندري هينافس ويلعب بشكل جد جدا للبطولة دي فريه صاعد أو فريه في الدرجة التانية هيحاول يعمل مفاجأة في البطولة عشان يلعب في بطولة إفريقية ما هي البطولة الإفريقية لها جوائز لو خدت البطولة تاخد اتنين مليون دولار رقم يعني تتكلم في رقم يعني بطولة الكاس لو بدون جوائز مادية بس الفوز بيها هيوديك البطولة إفريقية فهتكسب فيها أرقام مالية كبيرة جدا وبعدين أنا مش بجيب حاجة من دماغي يعني ارجعوا الليحة الاتحاد الإفريقي الليحة الاتحاد الإفريقي بتقول لك ايه بطولة الكاس في المقام الأول ولو بطولة الكاس ما تلعبتش أو ما تحسمتش من البطل بتاعها بترجع للترتيب الأعلى في الجدول الدور العام يعني بطولة الكاس هي الأولوية عند الاتحاد الإفريقي أي أن كان بقى كاس مصر كاس تونس كاس العرش في المملكة المغربية أي أن كان بطولة الكاس في أي دولة ولكن هي البطولة الأساسية بالنسبة للاتحاد الإفريقي زيها زي الدوري فالاتحاد لازم يهتم بالبطولة بتاعته يعني أنت ما عندكش في المسابقات كلها غير ده وكاس السوبر كاس السوبر مباراة واحدة لكن كاس مصر اللي انت عندك فيها الراعي بتجبر الاندينة تلبس الاعلانات بتاعت الراعي ده على التيشيرت وبتحط الاعلانات الراعي ده في الملاعب لازم في البطولة دي في النهاية كلها هدف ايه الهدف بتاع المشاركة الافرقية انا طبعا مش اهتم بال يعني اي حد بينتقد انتقاد ايجابي هسمع له وقره تعليقه وما فيش مشكلة اهتم بالموضوع ده لكن اي حد بقى بيخرج عن النص ولا والله ولا في بالي ولا بيفرق معايا والحاجات ده اصلا ببتأسرش بالعكس بخدها بابتسامة وبضحك وبيبقى شيء لزيز جدا يعني ان في ناس ما بتفهمش ومش عارفة تقرأ احنا بنتكلم في ايه وبدأ دخلت تشتم وخلاص ما عندش مشكلة لكن انا رسلتي لاتحادك هورا اهتم ببطولة كاس مصر طيب وانا بتكلم على الاهتمام ببطولة كاس مصر وانك عندك فرصة انك تلعب الكاس السنية دي وتخلصه قبل تلاتين سبعة لان هي بطولة الكاس عبارة عن ايه الاه لا يلعب مثلا اول زوال جاي مع منتخب السويس دور الاتين وثلاثين عندك دور الستاشر فيه مطشط منه تلعبت وفيه مطشط هتتلعب يعني انت ممكن ترحل كاس الرابطة شوية بس تلعب الكاس يعني انا بلاحظ ان الناس عايزة تخلص كاس الرابطة قبل كاس مصر رغم ان كاس الرابطة مش مؤهلة لأي حاجة ما برضو من حاجات الغريبة في القرى المصرية لما تيجي تبص على الجدول بتاع الدوري وبتحط فيه مباراة كاس مصر وكاس الرابطة بحس ان كاس الرابطة محدود كأولوية عن كاس مصر رغم ان كاس الرابطة يعني مش مؤهل لحاجة اساسا بطولة شرفية بتتعمل المفروض الرابطة بتنظمها عشان تجيب عليها رعاو اعلانات وبيقى فيها جواز مالية لكن كبطولة تاريخية او مؤهلة لبطولة افريقية ولا لها اي قيمة افريقية لكن كاس مصر بطولة كبيرة جدا بدليل حتى النادي الاهل لما بيعتذر بيعتذر عن كاس الرابطة لانه بيلعب كاس مصر لان كاس مصر لو انت مش موفق في الدوري بيبقى عندك فرصة انك من كاس مصر تروح ليه بطولة افريقية السنية دي عندك فرصة هو انا بقول لك من دلوقتي المعادل اللي حدده الكاف يوم تلاتين ستة لو انت طلبت يتأجل لتلاتين سبعة الكاف عيوافق ولعب الكاس وشوف مين بطل الكاس واهله مع تالت الدوري لكن تستسهل الامور كده وتبعت التالت والرابع في الدوري بقى انت كده بتدمر البطولة اللي عندك ولا لها اي لازمة ايه يعني خدت الكاس لكن في الاخر ما حطيت الكاس في الدولاب وخلاص وشكرا لا رحت افريقيا ولا سافرت ولا عملت ملف رخص وبقى عندي رخصة انها محترفة ولا اي حاجة من الحاجات دي كلها انا والله بقدم نصيحة لهو الاعلام وهو الاعلام دوره انه يلقي الدوء على بعض الامور اللي ممكن المسؤول مش واخد باله منها وانا شايف اتحاده الكورة بقى له خمس ست سنين مش واخد باله ان بطولة الكاس ولا لها قيمة فانا بنصح الناس بس خدوا بالكم من البطولات اللي عندكم انت ما اصبحت في الاتحاد دلوقتي ما عندكش غير الكاس وكاس السوبر وكاس السوبر التسعين دي او خلاص لكن كاس مصر بطولة تاريخية كبيرة جدا على فكرة فلازم تهتم بيها لازم تهتم بيها بالحاجة تانية كمان ودي مش اقول رسالة للناس في اتحاد الكور لان انا قد قررت تصراحات للكابتن حازم امام ويبدو ان هو ما عندوش المعلومة يعني اكيد ما عندوش المعلومة لكن الادارة التنفيذية واللجنة شون اللاعبين اكيد عندها المعلومة واكيد هتقول للاتحاد المعلومة دي لان المعلومة دي مهمة جدا فكرة انك تقول هخلص الدوري عشان افتح القيد الفترة اللي جاية دي فكرة خاطئة ما هو التعادلات اللي بتتم على اللوايح في الاتحاد الدولي اكيد اتحاد الكورة عنده فكرة وأكيد اتحاد الكورة عنده علم بالموضوع يعني احنا دلوقتي هنطلع ونطلع معنا على الشاشة مستند مهم جدا بالتعديلات اللي أقرها الفيفا في مارس الماضي وهي تعديلات متعلقة بالقيد وشؤون اللاعبين وتعديلات متعلقة بموعيد القيد والتيم اس بالنسبة لفترات الموسم وإحنا كلنا عارفين أن فيه فترتين قيد على مدار الموسم فيه القيد الصيفي اللي هو مقبلين عليه بعد ما نخلص الدوري والكاس مش الدوري بس الدوري والكاس وده مدته 12 اسبوع مدة القيد الفترة اللي جاية ما يزدش عن 12 اسبوع والقيد الشتوي ما بيزدش عن 4 أسابيع خدوا بالكم الناس ممكن ترتبط القيد الشتوي نوعا في يناير لا فيه دول تانية بتعمله في فبراير المهم أن انت فترة القيد الصيفي ما تزدش عن 12 اسبوع اللي هو يعني فيما معناها 3 شهور وفترة القيد الشتوي مزيتش عن أربع أسابيع اللي هو شهر واحد بس تبدأ بقى من 1 يناير ل 30 يناير تعمله في شهر فبراير ده حسب كل نظام الاتحاد أهلي بيتعامل فيه مع الاتحاد الدولي الفيفا عمل تعديل لو معنا جماعة الخطاب التعديلات اللي أقرها الفيفا على فكرة إنهاء المسابقات الأول قبل ما تعمل فتح فترات القيد قدامنا على الشاشة هو ده خطاب من الاتحاد الدولي الفيفا اتبعت لكل الاتحادات في مارس 20-23 بيقوله مواعيد القيد بتاعتك زي ما هي زي ما احنا متفقين عليها 12 أسبوع في الصيف وشهر أو أربع أسابيع في الشتة القيد الصيفي والقيد الشتوي وبيقوله مواعيد القيد بتبدأ من كذا لفترة كذا والموسم بتاعك المفوض بيبدأ من كذا لفترة كذا الورقة التانية بيكلم فيها على فكرة مواعيد القيد ما ينفعش تفتح باب القيد إلا لما تخلص الدوري والكاس تاني ما ينفعش تفتح باب القيد إلا لما تخلص الدوري والكاس اللي كان بيحصل قبل كده اتغير يا جماعة الناس في اتحاد القورة الكابتن حازم إمام أعضاء اتحاد القورة ما ينفعش تفتح القيد إلا بعد نهاية الدوري والكاس يعني انت دلوقتي مكبر على تحديد جدوى الموعيد مباريات الكاس مع مباريات الدوري عشان لما تخلص الدوري والكاس تفتح القيد لكن تخلص الدوري 15-7 تفتح القيد 16-7 ده غير قانوني وباطل يعني الاتحاد دولي أصلا مش هيوافق لك عليه ما انت لما تبعت الفيفا الفتح التيم اس وانت ما خلصتش المسابقات الفيفا يعترض فحط موعيد جدوى للدوري والكاس عشان تفتح القيد من أول 8 لو خلصت 30-7 عشان كده بقولك اعب قاس مصر الفترة اللي جاية عشان تستغل ان بطل الكاس يلعب في بطولة إفريقية مع تالة الدوري الموضوع بسيط وانا بتكلم فيه بصراحة للصالح العام بس لما بسمع تصريح من مسؤول المعلومة ممكن مش وصلاله او الادارة التنفيذية مش هرحتلوش التعاديلات اللي جات لهم في مارس اللي فات دورنا اللي احنا نطلع نوضح للناس بس فكرة ان الكاس اصلا رحله للسنة الجاية عشان لما انخلص الدوري نفتح باب القيد وبالتالي لغينا الكاس السنة دي ورحنا للسنة الجاية ده مصح هترحله السنة الجاية تحت بند مسم ايه مسم عشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين ولا مسم تلاتة وعشرين اربعة وعشرين هتلعب اتنين كاس في مسم واحد تحت مسمة عشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين ماينفعش فكرة كاس مصر عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين لازم تخلص مع الدوري ما بتترحلش للسنة الجاية جواب الفيفا واضح انا مش جايب حاجة من عندي عشان برضو حد شطلع يقول خبراء أنا مش خبير لوائح الفيفا عامل خدمة ممتازة خدمة 5 ستارز خمس نجوم ادخلوا على الويبسايد بتاع الفيفا هتلاقي كل التعديلات اللي أنا جايبها لكو دي موجودة على موقع الفيفا يعني أنا مش جايب حاجة من عندي ولا أنا مثلا بألف ولا جايب انفراد من مصدر مسؤول في الفيفا أو من مصدر مسؤول في اتحاد الكور أي حد يفتح موقع الفيفا يلاقي التعديلات دي واللوايح المعدلة دي نزل على موقع الفيفا فالدور والكاس يخلص افتح القيد الدور والكاس يخلص ابعت أول وتاني الدوري ومعندكش مشكلة في الأول ما هو الأول بطل أفريقيا كده كده وشوف بطل كاس مصري مين وتالت الدوري هيبقى مين بس احنا بنقدم النصيحة وهدفنا المصلحة العامة للقرى المصرية عموما قرار قراركم وهنشوف ايه القرارات اللي هتتتخذ في الفترة اللي جاية ماشي نطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع آخر أخبار الترند وعندنا كلام مهم جداً النهاردة في ترند الأهلي نبدأ مع بعض آخر أخبار الترند والبداية بترند الأهلي وترند الأهلي البداية في النهاردة حساب يلا كورا وكلام على اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي المنعقد الآن في مقر النادي الأهلي في الجزيرة الحساب الرسمي يلا كورا كشفوا عن جدوى الأعمال اجتماع مجلس إدارة الأهلي وتحت عنوان تسمية الاستاد ومكافآت إفريقيا يلا كورا يكشف جدوى الأعمال اجتماع مجلس الإدارة ملامح جدوى الأعمال تبقى لمصدر ليلا كورا إن الجدوى الأعمال بيشهد اعتماد توصيات لجنة التخطيط حول زيادة مقافآت لقب دوري أبطال إفريقيا اللايحة بتنص على الأكتر لعب مشاركة بياخد مثلا مكافآت 400 ألف جنيه ففي اكتراح لزيادة المكافآت إلى 800 ألف كمان من ضمن الأمور المتعلقة بتوصيات لجنة التخطيط اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين تبقى لمصادرهم برضو في يلا كورا التشكيل بيتضمن كابتن محمد شرف مدير فني لفريل 2003 الكابتن علاء عبدو مدير فني لفريل أهل موليد 2005 الكابتن محمود بايومي لموليد 2007 كابتن أسامة زكي مدير فني لموليد 2008 والكابتن أحمد ناجي مشرف على مدربي حراس المرمى بالقطاع واستمرار الجهاز الطبي برئاسة دكتور أسامة مصطفى كمان من ضمن الأمور المطروحة على جدول الاجتماعات وعلى طاولة الاجتماعات الأمر المتعلق به النشاط الرياضي وتشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط وهذا الاقتراح اللي تقدم به الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي فيه برود أخرى أبرزها وأهمها تبقى برضو للمصادر اللي قالت لي يلا قورة تسمية الاستاد فكرة استاد النادي الأهل الفترة اللي جاية ومجلس دارة الأهل كلنا عارفين على مدار آخر سنتين تلاتة بيشتغل في الملف ده بشكل قوي جدا في حاجات كانت محتاجة رخص وتصريح وإجراءات بتاخد لها وقت طويل شوية لكن بنسبة كبيرة الأمور دي الحمد لله يمكن تم الإنهاء منها على مدار السنين اللي فاتت دلوقتي داخلين في مراحل أهم وبدء العمل بشكل كبير جدا ولكن كل التفاصيل دي أكيد من خلال مجلس الإدارة والإعلان الرسمي هنعرفه الفترة اللي جاية لكن كل الأخبار دي المتدولة على السوشيال ميديا واللي ذكرتها يلا قورة النهاردة في تقرير مطول نشر بخصوص جدوى الأعمال مجلس الإدارة الوطن سبورت الأهل يضاعف مكفاءات التتويج بدور أبطال إفريقيا تعرف على قيمتها زي ما قلت لحضراتكم يمكن دي القيم المالية اللي كنت بتكلم عليها اللي ذكرتها يلا قورة الوطن سبورت بيتكلم في نفس الأرقام المالية ولكن طبعا كليكم عارفين الأرقام دي ممكن تكون قريبة من الصحة يعني لكن الدقة نفسها أهل لا ما بيعلنش طبعا يعني الأرقام دي ولا بيعلن تفاصيلها وبتبدأ الأمور دي أمور سرية خاصة بقطاع الكورة في الفترات الأخيرة لكن طبعا شيء منطقي ممكن بعد زيادة جواز البطولة من 2.5 إلى 4 مليون دولار أكيد فيك تراح بزيادة المكافئات ولو نظرنا للاجتماع النهاردة وتسلسل الأحداث هتلاقي ليه النادي الأهلي بيشتغل بعمل مؤسسي من 3 أيام الكابتن محمود الخطيب عمل 3 اجتماعات متتالية منفصلة اجتماع مع الكابتن سير عبد الحافيز لوحده اجتماع مع الكابتن خالد بيبو لوحده اجتماع مع الكابتن شطة لوحده وبعد كده في اليوم التالي كان فيه اجتماع مع لجنة التخطيب مع الكابتن محسن صالح مع الكابتن زكريا ناصف والكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي نهاردة مجلس إدارة عارفين التسلسل بتقعد مع مدير الكورة مع رئيس قطاع الناشئين مع المسؤول على المدير الأكاديميات والتشكيل الخاص بفريق الكورة النسائية اللي لازم يتم إنشاؤه أو تشكيله عشان رخصة الاندياء المحترفة ثم بتاخد الملفات دي بتعرضها على لجنة التخطيب بتدرسها أو بتوصي بتنفيذ هذه الأفكار ثم بعد ذلك تورد على مجلس الإدارة مجلس الإدارة يعتمد ده التسلسل اللي موجود فيه إدارة النادي الأهلي ده العمل المؤسسي اللي في النهاية بيجيب بطولات ما فيش فكرة الوان من شو أو فكرة الفرد الواحد اللي بيدير لا فيه عمل مؤسسي فيه مدير كورة فيه مدير فني فيه لجنة التخطيب فيه مكتب تنفيذي فيه لجنة تخطيب بتشتغل وبتعرض توصيات وفي الآخر مجلس ده رب يعتمد وبيناقش عشان كده العمل المؤسسي ده مش هكليه إلا في النادي الآن عشان كده البطولات بتيجي من التخطيب ده والشغل ده حساب اليوم السابع كولر يفاضل بين محمد شريف وكهربا لقيادة هجوم الأهلي أمام الحدود دي الجزء اللي كنت بكلم فيها من شوية مع كريم فكرة الروتيشن ممكن كولر يعتمد على فكرة عناصر جديدة عشر مطشوات في وقت ولاية جدا مع مباراة في كاس مصر ممكن ندفع بعناصر تانية فابتداء من بكرة نبدأ نشوف كولر إزاي بيفكر في المرحلة اللي جاية ومباراة حرس الحدود هتكون كاشفة لكولر بيفكر إزاي واستراتيجيته إيه في استكمال مباراة الدوري في الفترة اللي جاية حساب المصر الرياضي بيقوله فرامان حاسم من الأهلي لجميع اللاعبين بسبب بطولة الدوري الفرامان وده اتكلمنا فيه من يومين يعني قبل حتى المصر الرياضي ما ينشره ويتكلم فيه إن الكابتن سيد بلغ كل اللاعبة ممنوع الظهور الإعلامي والتصريحات الإعلامية نقفلها خالص ما نتكلمش لا على السوشيال ميديا ولا في برامج ولا في أي وسيلة إعلامية عشان نركز في الهدف الأهم وهو هدف بطولة الدوري العام عايز أقول لكم والله يا جماعة يمكن وقت اتخاذ هذا القرار في الكواليس يعني كانت فيه حتى العيب عندها يعني موعيد لقاءات إعلامية كله لغى وكله اتفع على هدف واحد نقفل دلوقتي عشان نستعد للدوري احتفلنا بأفريقي آه ولكن عندنا مرحلة مهمة وصعبة مش سهلة على فكرة البعض يعتقد أن الأهل حسم الدوري لا يا جماعة لسه لسه عندنا خمس مطشات نكسابهم ونوسع فرق النقاط مع بيرامدز أقرب المنافسين ساعتها نعلن أن الأهل بطلة للدوري العام طيب ده القرار الحاسم المصر الرياضي بيتكلمه على حاجة تانية ليست بالقرار الحاسم ولكن صفقة متداول الحديث فيها على السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة الأهل يدرس التعاقد مع نجم الوداد لتعويض رحيل حمدي فتحي مصدر للمصر الرياضي قال أن تم عرض يحيى جبران كابتن فريق الوداد على مسؤولي لجنة التخطيط ولجنة التخطيط هتعوي رداء على مرس الكولر في الساعات اللي جاية مسؤولي الأهل بيتحفظوا على ضم لعابين أجانب في نفس المركز في ظل وجود أليو ديانج هنا في الساعات الأخيرة قرينا كذا اسم من الوداد ممكن ييجي يلعب مش في مصر ده في الأهل كمان يعني أحد الأندية الصعدة اتقال إن في لعابة جاية ليهم مثلا من الرجاء ومن الوداد الأهل كمان اتقال على يحيى جبران وعلى يحيى عطية الله ولكن أنا بقول لكم الكلام ده كله سابق لوانه وفي نسبة كبيرة جدا من الخطأ مفيش دقة في المعلومات دي الوطن سبورت بيكشف عن موعد مباراة الأهل والزمالك في الدوري الممتاز كلنا عارفين إن مباراة الأهل محددة لغاية 8 مايو ولكن باقي خمس مباراة أخرى أبرزهم مباراة القمة مع الزمالك ومباراة بيراميدز الكلام اللي منشور على الوطن سبورت إن اللجنة أو ربطة الأندية وإدارة المسابقات هتحدد النصف التاني من شهر يوليو لإقامة مباراة الأهل والزمالك يعني هو طبعا ما قالوش المعاد بشكل دقيق يعني أنا اللي أعرفه لما أرأ موعد مباراة الأهل والزمالك أفتح الوطن سبورت ألاقي خمس تشر سبعة الساعة تسعة في السادق قاهرة ولكن تفتح الخبر تلاقي أصل المباراة في النصف التاني من شهر سبعة يبقى إحنا كده ما قدمناش معلومة جديدة آخر مباراة للأهل في الدوري يوم تمنية سبعة هيتبقى ليه مباراة بيرامدز ومباراة الزمالك وفيه تلات مباراة أخرى في الدوري عامر حسين كان قال إنه هنلعب مباراة بيرامدز والزمالك عشان الزمالك عنده بطولة عربية اللي لسه محدش عارف هتبدأ أمتى لأنها تأجلت وبالتالي الدوري يخلص والأهل يكمل التلات مباراة المتبقيين ليه فلسه ما فيش موعد رسمية لكن مباراة الزمالك أكيد هيكون معادها قبل خمستاشر سبعة حساب كورابلس بيقوله برنامج تأهيلي اللي محموده تولي مع الأهل للتعافي من الإصابة محمود دا متولي كان تعرض لإصابة في الكاحل وطبعا كنت بتكلم من شوية معز مننا كريم أحمد مفدى القناة الآله وقال للتقدير المبدأ أن محمود هيكون جاهز للعودة للمتشاط بعد شهر وبالتالي نسبة لحقه بالفترة المتبقية من الدور العام هتكون صعبة جدا وإن شاء الله يعني نشوف محمود الفترة الجاية في مستوى أفضل لأنه لعيب سيء الحظ بسبب الإصابات لكن لعيب مميز جدا على المستوى الفني وعلى المستوى الأخلاقي يلا كورا في تصريح مهم جدا للكابتن محمد غرابة مدير منتخب مصر كشف عن كواليس اجتماع فيتوريا بمحمد عبد المنعم قبل صفر الأهلي إلى المغرب وقال له أنت عتجيب هدف برأسك وبالفعل محمد عبد المنعم أحرز هدف التعادل وهدف التتويج بالبطولة الإفريقية بدربة رأس رائعة على يمين حارس الوداد يوسف المطية مدير المنتخب قال أن فيتوريا توقع هدف عبد المنعم في نهاية إفريقيا وأنه بيحب عقلية اللاعب المصري نتمنى التوفيق يا رب الإجاز وانتخبنا الفترة اللي جاي الوطن سبورت بيكلموا على حقيقة عرض الهلال السعودي للتعاقد مع محمد عبد المنعم وطرحوا سؤال هل يرحل عن الأهلي طبعا صحيفة أو موقع سبورت 24 السعودي بيقولوا أن نادي الهلال قدم عرض رسمي للتعاقد مع عبد المنعم وقالوا أن العرض 12 مليون دولار لكن في مصادر داخل نادي الهلال قالت أن الكلام ده غير صحيح ونفت هذا الأمر جملة وتفصيلا وأنا بقول لكم عبد المنعم ما عندوش أي عروض من السعودية والسعودية حالية لو تاخدوا بالكم من الصفقات اللي بيتم إبرمها بتفكر في المقام الأول في اللاعبين الكبار في القرى الأوروبية بعد كده تبدأ تشوف اللاعبين الأفارقة بعد كده تبدأ تشوف الدوريات اللي حواليها الدوريات العربية فالأولويات دلوقتي لللاعبين النجوم اللي موجودين في الدوريات الأوروبية بنشوف كانتي بنشوف إدوارد مندي كلام على كريم بنزيمة كريستيانو قبلهم وفي أسام كتير جدا الفترة جاية تبقى معروضة على الدوري السعودي يلا قرى مواجهة محتملة قد تحدث في كأس العالم للأندية بين أليو ديانج وكانتي صفقة اتحاد جدا الجديدة طبعا المواجهة دي قد تحدث في كأس العالم للأندية كنا عارفين أن السعوديها تصديف كأس العالم في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل وطبقا للأورعة ممكن يبقى فيه مباراة ما بين الأهل والتحاد جدا ده وارد ولكن طبعا مش هتبقى أولى المباريات اتحاد جدا هو بمثل الدولة المصدفة في أول مباراة غالبا هتبقى مع أوكلاند سيتي عارفين الأورعة دايما بالنظام بتاعها بتبقى أورعة موجهة معروفة يعني لكن اتحاد جدا لما يكسب أوكلاند سيتي هيواجه مين؟ لسه الأورعة هنتعرف عليها الفترة اللي جاية هل ممكن يواجه بطل إفريقيا؟ ده مش وارد لأن بطل إفريقيا أكيد بيبقى مستني يأما يلعب مع الفريق اللي جاي من كونكا كاف أو يلعب مع بطل أوروبا أو بطل أمريكا الجنوبية في مرحلة النصف النهائي هل ممكن تحدث مفاجأة ويبقى فيه موجهة بين الأهل والتحاد جدا؟ ده وارد بس لو حصل هنشوف السورة دي تاني ما بين كانتي وقالي وديانج خلال فعاليات البطولة في المملكة العربية السعودية سبورت 362 مصرية بيتكلموا على ملك الحلول ولما تقول ملك الحلول أكيد الكلام هيكون على معلول نشر أرقامه وقالوا 22 مساهمة تهديفية لعلي معلول هذا الموسم أكتر موسم ساهم فيه بالأهداف مع الأهل 17 هدف 7 أهداف و15 أسست ملك الحلول أسرع ديليفر في مصر زي ما بيقوله علي معلول الترند المحلي وعندنا قضايا كبيرة جدا متعلقة بدور المحترفين دور القسم الثاني المؤهل للممتاز إذا تم إقامته الموسم المقبل في 50 نادي النهاردة أرسلوا خطابات لاتحاد الكورة لإلغاء قرار دول المحترفين ولما 50 نادي يبعد خطاب للاتحاد لإلغاء قرار دول المحترفين ده معلولنا عايزين يعملوا جامعية عمومية غير عادية لإلغاء المسابقة أي قرار بإقامة مسابقة أو إلغاءها لازم قرار جامعية عمومية الأندية تنتظر إسبوعين وإذا لم تتلقى ردا من اتحاد الكورة هيكون هناك دعوة لعقد جامعية عمومية غير عادية لرفض دور المحترفين وأنا في صراحة مش عايز أدخل في تفاصيل القضية دي لأن أنا شايف كل نادي ما قدرش ينجح ويطلع دور ممتاز عايز يفضل في القسم التاني ما ينزلش القسم التالي مع كامل احترام الفكرة الأندية الشعبية والأندية الجماهرية وإحنا نادي شعب ونادي جماهيري ولكن يا جماعة الكورة دلوقتي محتاجة تفكير في الموارد المالية لازم تحضر كويس عشان تنجح لكن أداف ضل دايما تلعب على أنك في الممتاز به لعارف تطلع ولا عايز تنزل يبقى احنا كده مش هنطور في المسابقات آخر حاجة معاه في التريند المحلي بمشاركة ميد نادي ولمدة 8 ساعات عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب اجتماعا لمناشط مشكلات الأندية الجماهرية محمود حسين رئيس لجنة شباب والرياضة قال نحرص على دعم الأندية الجماهرية حتى لا تندسر بمرور الزمن وتمثل تلك الأندية قضية أمن قومي وفي توصيات في نهاية الاجتماع يمكن حساب في الجول نشرها على حسابه على السوشيال ميديا طيب نروح لسؤال الحلقة والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة توقعاتكم للتشكيل في مباراة الأهل أمام الحرس والنتيجة أستاذ صلاح بيقول علي لطفي معلول ياسر عبد المنعم هاني ديانج أفشا مروان الشحات قهربة تاو وإن شاء الله هنكسب سفر ثلاثة آخر تعليق معايا أستاذ محمد في حرص المرمى علي لطفي خالد عبد الفتاح حرام ربيع متولي بس متولي هيبقى مصاب علي معلول الوسط السلية حمزي أفشل هجوم كهرباء عبد القادر حسين الشحات ولكن أستاذ محمد لم يتوقع النتيجة دي كانت أبرز التعليقات على سؤال حلقة النهاردة ونتمنى التوفيق رب للنادي الأهل بكرة في استيناف مباريات الدوري وسلاس نقاط مهمة جدا في صراع حسم لقب الدوري مبكرا في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة والأسبوع المقبل نلتقي في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء